السلام عليكم تلميذي الأعزاء معكم مستر ناصري تعالي انجليزية ومرحبا بكم في فيديو آخر معنا على القناة ناصري عنجلي اليوم جيدكم فيديو مهم جدا في الانجليزية وهو كيفية اختيار موضوع في شهادة الباكالوريا في مادة الانجليزية انادوكم نوريكم هناك كيف اشتغيروا بكل سهولة هذا الموضوع بش تقدر تضمن أكبر عدد من النقاط تبوا معايا مليح أولا قبل ما نبدأ رح نقول لكم باللي تلميذ تلميذ كي يوصل شهادة الباكالوريا نورمال مو نورمال مو يقدر يحل كلا المواضع تسمى الموضوع الأول والموضوع الثاني تكون تعرف كامل دروس تعرف كامل لوحدة تثع النصص تعرف كامل كيف اشتكتب الفقرة تاعك وان شاء الله هنا ندير لكم دروس في القناة ونزيد وندير لكم دروس في القناة عن grammar على اليزيونيتي نشرح لكم كل وحدة تاكل شعبة ونزيد وندير لكم كيفية كتابة فقرة مهما يكون مستوى تاعك نوريكم كتابة فقرة مهما يكون إذن تلميذ يقدر يحل كلا المواضع موضوع أول والثاني كي التاكست كي الـ grammar كي الـ paragraph ذو كا قبل ما نبدأوا في اختيار المواضع ولا نوريكم كيفية كي تخيل الموضوع نهضروا على وشكين في الموضوع تبقوا ما يملح الباكالوريا والامتحانة الإنجليزية وان جنيرال مكونين من ثلث أجزاء جزء الأول اللي هو reading comprehension يعني هذا مكون من نص وأسئلة عن النص والأسئلة اللي متعلقين بالنص وماذا يجي فيه؟ يجي فيه تيتر النص تعنا يجي فيه أسئلة true force يجي فيه كلمة مستطرة في النص اسئلة عن النص ويجي فيه من دك Walk in which paragraph ولا mention threed text بتاسترا هنا هادى البارتي هادى َ نقاط ل ót نقاط صدقون الشعب صدقون بكالوريا تلميت لازم يكون يقدروا يسطروا دائما مور هادى كان text exploration هذا الدكتس هذا الجزء هذا HTML هذا الاعلوم يعطي لك فيه دروس كامل لليل أن نقرأوهم في فيديوهات ودروسة سوف نزيدون أكراوهم يتكون من الجزء الأول . Prefix or suffix على verb تنسز كامل كما Direct, Indirect, Wish, Active, Passive, Conditional Although, Despite, Provided, That, Such, That, So, That, Unless كامل دروس تنسز في جسء الثاني تعالجرامر وجسء الثالث تعالجرامر اللي فيها اللي طابلوا على Final S, Final E, Distress, Syllables, ترتيب الجمل هادو ما تلقاهم فلا بارتي تعالجرامر اللاخرة هادو فالجرامر تلقا عليها ست بوان ميندك وي بوان قطل لكم سادي بوان شعبوه الوحدة وفي اخر الموضوع راح تلقاوا Written Expression Written Expression اللي هي الفقرة كيفية كتابة الفقرات تاعك لازم تكون تامة يعني يقع التلاميذ لازم يعرفوا يكتبوا الفقرات في الباكالورياتها الإنجليزية هادو فارتي هادية لعليها سانك بوان جزء الآخر متكونة من تو تابكس موضوع الاول تاع الفقرات هيكون Written Expression عادية موضوع التاني هيكون Free Writing ان شاء الله ندرككم فيديو نفكلككم كامل الفقرات اللي اكزيستي وكيفاش تكتبوها بسهولة ايضا مهما يكون مستوى تاعك اذا انا دكا تلميذ راني في شهادة الباكالوريات تبع معي مليح عندي موضوع الاول والموضوع الثاني كل المواضيع الهيكل تاعهم جاي كيف كيف تمهنا كين نص 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 تحت التكس كين الاسئلة تاع النص تانى تمهنا كين this text is ومبعد true false مراها اسئلة تاع النص مراها in which paragraph والكلمة المسطرة في النص فككنا موضوع اتبا كالوريا مقبل مراها كين grammar وفي آخر المطاف كين written expression انا تلميه تعني نوصيهم بشتبدى في تشوف التششدهم لمواضيع الاول ام واظهات ثانى لازم نبداء في ناهحت لأننا نعلم كين نديانيا أنا عندي الموضوع نتخيل بلي أنا نتلميذ ذوكا عندي موضوع فيه من هذا الجهة verb adjective noun الجزء الأول على الجرامر ومن جهة هادي كان prefix root suffix أنا تلميذ نعرف هي نرمامو تعرفوهم كامل بس حين افتيراد نفترض بلي نعرف prefix root suffix لكن verb adjective noun ما ننش فهمه مليح وش رح ندير؟ ندير علامة صحيح على prefix root suffix ومن هذا الجهة إذا كنت تفهم verb adjective noun تاني ندير علامة صحيح لكن لو كان ما نش فهمه مليح ما نش سير منه ندير علامة خطأ نروح للجزء الثاني تعمل تماريني متعلقة بتنسل سأعطى لي asking questions من هذا الجهة ومن الجهة الثانية في الموضوع الثانية أعطى لي active passive although it's high time أنا تلميذ مرانيش فهم مليح active passive ومن هذا الجهة asking questions سأفهم بالتفصيل هذا الجهة تمارين عليه دوبوان وهذا دوبوان من دكتور وابوان طر وابوان نروح ندير علامة صحيح على هذا الجهة وهذا الجهة active passive ندير علامة خطأ عليها it's high time although ندير علامة فيه نروح للجهة يعطني final s final s اسمه أسهل دروسة الإنجليزية ومن هذا الجهة يعطني stress أنا راني فهم final s رح ندير علامة صحيح عليها لكن stress مرانيش تسير منها بعيني انتوما لازم تجوزوا على مواضيع بعينيكم في الديبو مدة 15 دقيقة تقدر تلقى اماسوجي رح تحل ولا ممبا كاين تلميذ فيه خمسة دقائق يعرفوا اماسوجي هنا لا نفهم مليح لا نستطيع أن نسلم تلميذ تواعي كامل يكونوا فهمهم حتى نديركم فيديو ونزيدهم بسطوركم الدروس الى اقصى حد لكن نقولوا stress حكماتك الله بانيك لا نعرف كيف تحلوه هذا الجهة يعطني ترتيب الجمل ومن هذه الجهة يعطني فقرة فارغة نعمرها fill in the gaps وهذه الجهة reordering sentences ان شاء الله نديروا فيديوهات تواحم أنا على بالي بلي نستطيع أن نقوم بكل سهولة فقرة شوية صعبة نفضل ترتيب الجمل قدرت عليها علامة صحيح وهذه الجهة علامة خطأ مرمد ال grammar هو الذي يحدد الموضوع التاعك نعود ونقول للنص كيف تحلو مواضع grammar, text, paragraph ولكيفية اختيار الموضوع grammar, text, paragraph نذهب إلى جهة text من هذا الجهة أعطوني وحدة بين جميع الشعب ونشرح لكم فيديو كل واحدة بالتفصيل ننسي ونسي ونسهلوهم عليكم ومكسيمون بوصيب هنا أعطاني أثيكس ومن هذا الجهة أعطاني موضوع الحضارات أنا لا أرى أن أفهم موضوع بموضوع نذهب إلى جهة أثيكس نذهب إلى الموضوع نرى نرى أن أفهم هذا النص ونرى الكلمات المسطرة هذا النص ثم نذهب إلى الضمان نضع دائم قرح الهواتف ونحب أداء أجل لا يمكننا أن نحقها ونحن على الضمان ونحن على مؤقتها نحن على سهولة دائم تقوله ونحن على أشخاص ونرى أثناء أصباب ونرى أصباب كلمة مستطرة في النص يجب أن نشاهدهم بإنية و لم أجدهم هنا أعرف بأن أجد الموضوع التالك قبل أن تصل إلى الفقرة، أبدأ بأن أجد الموضوع الذي ستخيره الموضوع الذي أجدت فيه سهل و النص سهل لا تعتمد على الفقرة هي التي تجعلك تخير الموضوع تبعوا ما يملحه و ما سأقول لكم؟ تلميذ بالفتح و في هذا الفخ و ستخيروا موضوع خطأ سترى فقرة يمكن أن يحلوها و الأولين لا يمكن أن يحلوا فيه موال إذن، لن نبدأ الموضوع التالي في النص والغرامر نذهب إلى الفقرة الفقرة التي لديها 5 بوينتس الفقرة هذه صديبة كل شعبة لديها فقرة و كيف تكتبوا الفقرة و كيف تركبوا في الفقرة كل شعبة لديها فقرة هذا الجهة أعطاني فقرة سهلة كل شعبة الفقرة تستطيع أن تحلوهم بسهولة لكن لا تنسى أن تستطيع أن تضمن ثلاثة نقاط أو أربعة نقاط على الفقرة و من هذا الجهة ثلاثة نقاط أو أربعة نقاط و لا يحدد لك ثلاثة نقاط ثلاثة نقاط أو ثلاثة عشرين و تغلط في الباقي لا يستطيع أن يسلكك في شهادة الباكورية في الإمتعان الإنجليزية حسابك يجب أن يكون الموضوع فيه إنسيجان و تستطيع أن تخدم فيه كومبلي ليس في الفقرة و ليس غير في الجرامر أو ليس غير في النص سيبورساندر نوصي تلم يتويع قرأ كل شيء و كيف يجيك سهل تخيره الفقرة مع هذه الجهاجة سهلة و هذه كيف تخير الموضوع و كيف تخير الموضوع الموضوع تخير على حساب و كيف تجد أن تجد هنا تقوم بالتقريب ترى بعينك تستطيع أن تجد الموضوع حتى الـ 14 15 16 17 نقطة على عشرين و يديروها تلميذ بكل سهولة 17 نقطة على عشرين في هذا الإمتعان و في هذا تلقى تقدر تجد فوق المتوسط لكن لا يمكن أن تستطيع أن تجد الموضوع في هذا الإمتعان قوله تجد 12-13 فيه نتيجة بالطبع ستخير الموضوع الذي يجدك سهل هو أن تقوم بتعلم النص تع high-units وتحل grammar już paragraph بالسهولة يكفي عن الوقت لارجون atificar Olha что يعني بالأدبية تستطيع الحل في ثلاث سوائع و نص منهم يلخ cars تستطيع حدام وأيضا تستطيع الحل بسهولة تستطيع الحل في ساع、 ساعة وربع Civil War ساعدَ مش Sound ت 아직 یہا من الموضوع ما رحش زيد تخزر في الموضوع الثاني هذا الموضوع يولي ما كاشو ونقولو نهضر غير ما الموضوع تعنا تبدأ تحلو تبدأ من الأول وشنو ننصحكم تبدأ بالغرامر مو رح تروح للنص مو رح البراغرافس في المسودة ومبعد فورقة الإجابة تبدأ تكتب بكل سهولة من النص وتبدأ تركوبيه لريبونس تواك دير حسابك باللي There is nothing that is hard when it comes to the bachelorette in the English subject حاجة مساء سعيبة كي تروح تحل الإنجليزية في الباكالوريا أسهل المادة تدي فيها نقاطي هي الإنجليزية أنتوما لازم تكون عندكم لا كونفيونس فقط سنجد لكم الدروس سنجد لكم الفقارات سنجد لكم النصوص تقدروا تحلوهم كامل بسهولة من الباكالوريا ويكفينا الوقت لارجعهم إذن مورما تروح نعود تروح تحلل تشوف الجرامر تروح تشوف النص تاكب تشوف الفقارة بين الموضوعين اللي عندك تروح تخير سهل فيهم على حسب وش مدلك في التركيب بتاع الباكالوريا الإنجليزية مورما تخيروا وما تزيش تخزر في الموضوع الآخر هاي كيفاش تخير فقراء هاي كيفاش تخير الموضوع التاعك الإنجليزية وإن شاء الله مورما نديرو كامل نصوص نولو نحلو المواضيع مباشرة ومام نعطيكم امتحان في اليوتيوب نعطيكم موضوع تسيو تحلوهنتوم إن شاء الله بششوفوا اسكوية كواجدين وموراها نديرو التصحيح بارك الله فيكم وإن شاء الله في فيديوها تقاضي مع اليومين ولا تلتيام كل يومين نحط لكم فيديو انتم مدى بنا تشوفوا محتم الأخير باش تشوفوا تركيب تاع الدرس لقاس القانون تاعه لزانستوس وليزكسبسيون وثمانين في آخر الفيديو بارك الله فيكم وإن شاء الله في الفيديو القادم وبقى على الأخير